بسم الله والصلاة والسلام على رسي الله علي افضل الصلاة والسلام سلام عليكم يا بنات ان شاء الله تكونوا بخير وهانين يا رب العالمين اليوم جينا سنشوفوا مع بعض ان شاء الله كيكة التفاح اللي تجيبنينا وشون قلكم جربوا ما تندمونش يا البنات مهم قبل ما نبدأ في الفيديو رح نخلي لكم هنا الفيسبوك انتعي ديليس دونينا والانستغرام باسيون دونينا اللي تحب تتواصل معي ما رحبا بها المهم شوفوا معنا هنا المقادير هنا عندي زج حبيبات تفاح عندي ثلاث حبيبات تاع بيض عندي زو ساشية تاع السيخ بيني وصاشية تاع ليفير عندي كاس سكر كاس ماهوش مع ماركي ماشتو هنا تاع الزيت عندي كاس حليب وزوج كيسان تاع فارينة ونص وعندي شوية تاع القرفة هي جي بالقرفة هي جي بالقرفة جي بنينة وشون قوم تشاهي ومات متاقوش في هذيك البنات تاع القرفة هذيك القاوي كاين ما يحبش القرفة نقوله بسح والله ما دباني يعني في هالقرفة المهم نبدأ في الطريقة هنا هنا كسرت حبيبات تاع البيض تدريت صاشية تاع السيخ بيني وراح نكمل اندير الكاس تاع السكر يعني درت هنا مقدار واحد بهذا الكاس كي يلبيه وانتمو مع الحساب البلان تاعكم كيلوا بكاس كبير كاس صغير المهم الحساب البلان تاعكم هنا راح كي ما قلت لكم زدت الصكر وضربته مليح حتى ابيض هذيك الخالط انتاعي يولي ابيض انا راح ندير الحليب كبيت الحليب خلاط الثاني مليح واللي زد بعده الزيت الزيت ثاني نكوب فيه ثاني تدريجيا بشوية ونخلط المهم كي ما اشتو هنا الخليط التاعي ولا خفيف موس يعني فيها امتي بود موس خشو لهوا هنا راح ندير كي ما قلت لكم فارينة هنا الفارينة كي ما قلت لكم درت زور كسين ونص فارينة احنا نغرب لها كي ما اشتو هنا وراح ندير الصاشية تاع اللي بيوغتاني تاع كيف كيف نغرب لها ربما ما يعد في هذيك اللي غريمو يعني الكعابر هذوك والله مهم ما تفسدنش لكي كانت اعنا هنا ما راح نحبس الباتوغ نحن نخلط غير بالسباتول كي ما تشوفون نكمل كمية هذه كتاع الفارينة كامل كي ما قلت لكم زور كيسان ونص فارينة مهم نكملها كامل ونخلط بسباتول الخلطة نتاعي ونغرب شوية كي ماك باهمة هباطليش نقولو هذك الخالطة نتاعي يقعد مهوي بهتش نالكي كانت اعنا يعني خفيفة مهم والاكملت النص تاع الفارينة اللي بغالي وكملت التخلاط من جيه اخرى وجدت البلاطو نتاعي تم خيروا اي بلاطو عندكم من لدرت ان بلا تخت اللي يجي في الفور مهم دهنتو بشوية زيت وشوية فارينة باش تعتقد مش متل صغليش و nenhumه لم لا ترتل الى المسى الليلة بعد ما تم اتخلط حليط الخليطها اي بجيها و رايح نفوت للتفاح انتاعي نقيتو واعنا نقيت التفاح انتيعي كامل وقطعتو آه عن دي يعني ماك باصوات غار مربعات كي ما كمتبو هنها قطعتو كامل وجدتو و راح ننذبلو في المقلاق بعد ما قطعت استفاع تاعي جبت المقلة درت فيها شوية تاع الزبدة يعني حوالي مغرف اكذاك تاع الزبدة بارك ما مزيدوش يعني درت هنا يتفاح يذبل قلبتو شوية باش يذبل لي هذك التفاح شوية ومبعد زدت له زجو مغرف تاع السكر وخليتو يذبل يعني مع ذاك السكر يتعسل ومبعدها قدرت نصف مغرف تاع القرفة وهنا المكون الرئيسي في هذه الكيكا هي القرفة والله لا تعطيها وحد البنة وشوبكم روعة 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 يعني متحسوش قاعب اللي راح القرفة هذك هي اللي بنة روعة هناك ما قلتكم بدرت نصف مغرف تاع قهوة بارك تاع القرفة يعني متكثوش ولي ما يحبش القرفة والذوق تاع القرفة يعني يقدر يستغنى عنها وهي ولكن هي ضرورية يعني في الوصفة تقدر تديروا بارك يعني دي بوم كعاميليزي هاك بارك بالسكر بارك وحدهم وتستغنى وعلي مكاين لي ما يحبش القرفة يعني بس صحيح القرفة كما قلتكم تعطيها واحدة الذوق روعة النفوالة بعد ما ذبلت هذا التفاح انتاعي مع القرفة والسكر اذبال راح نطفي عليه وريح نجيب كما قلتكم البلاطو التاعي اللي كنت دهنتو بشوية زيت ودرت لورفانينا باش ما يلصق ليش اللاتو التاعي كبيت الخالي تنتاعي الداخل كامل وهنا قبل ما نكمل يعني كنت شعرت الفور انتاعي يسخن به ثم تم ان ندير لقرصة انتاعي التاع المسكوتشو والداخل بعد ما كبيت راح ندير هذا التفاح انتاعي اللي دبلتو فوق العطاقت ندير في كل بلاسة يعني نعمر السطح هذا التاع الكيكا انتاعي بهذا التفاح وهذا التعسيلة هذه وبعدها راح ندير لكيكا انتاعي كما قلت لكم في الفور لمية وثمانين درجة لمدة ابا بخي 25 مينوت خمس وعشر دقيقة ابا بخي وثم كل اخر يعني الفور انتاعه كيفاش مهم بعد ما قمدرتها في الفور راح نشوفو النتيجة مع بعضانا هنا بعد ما خرجت الكيكا انتاعي من الفور بعد ما طابت راح ندير لها شوية تاع المشماش ثم يقود هذا اختيار تحبو ديره كونفيتور واحد اخر سحنا نحب الفضل يعني الكونفيتور تاعي لابريكو يعني يجي في هذيك القراصة شوية وفي اللون ثاني والشكل تاعي يعني يجي شباب ندهن الكيكا تاعي كامل اه من الفوق والا بالكونفيتور واحد ها راح نزينها بشوية تاعي لزامونت ايفيلي كانو كانو عندي شوية امود ايفيلي اي زينت به وهنا يعني التزين يقود اختياري كل اخر كفاش يحبي زين اه الكيكا وهي افضل افضل حاجة هو الليزامونت ايفيلي يعطيها يعني لون ومذاق يعني كتعود تاكلو في المسكوت شو مع الليزامونت ايفيلي يعطيها واحد البنة واشنجوكم روعة مهم هذي هي الكيكا تاعي نهالي ومشالله تعجبكم الليبنت وتجربوها وتونسونيش بليجام والبختاج والابوني الموش ابوني في القناة ونقولكم وما السلامة زينت